يقصد الحج الأسود فيسترمه ويقبله فإن لم يتمكن يسترمه بيده ويقبل يده فإن لم يتمكن يشير إليه ولا يقبل ولا يقبل يده التي أشار بها عن جاب رضي الله عنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أتينا البيت استلم الركن اليمان رواه مسلم وعن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل محجن رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك حديث متفق عليه وفي هذه فائدة وهي أن مشروعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه تعظيما لله تعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لكونه حجرا ويقول عنده استلام الحجر بسم الله والله أكبر يقول بسم الله والله أكبر كما ورد عنده الطبران وكلما هذا الحجر في بقية الأشواط فإنه يكبر يكبر كلما هذا الحجر اجتدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالطواف ويكون البيت عن يساره يجعل البيت عن يساره ويطوف يطوف سبع أشواط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يساره رواه مسلم كذلك يعني يستلم الحجر والركن اليماني في كل شوط إن تيسر لكن عند السلام الركن اليماني لا يقول شيئا لا تكبر ولا غير لأن ذلك لم يرد وليس للطواف ذكر خاص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس فيه ذكر محدد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأمره ولا بقوله بل يدعو فيه بسائل أدعية شرعية فليس هناك دعاء خاص بالطواف إلا ما بين الركن اليماني إلا ما بين الركن اليماني والحده الأسود فقد ورد من حديث عبد الله بن السابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا نرواه أبو داود آلواه أبو داود أبو داود ترجمة نانسي قنقر